اهلا بكم مرة اخرى في برنامج فضفضة لا بد ان قضية الحرب على اليمن شاغلت الناس هالأيام كنا قد نسيناها يوم كانت بعيدة عنها لكن اليوم الحرب داخل الديار داخل مناطق عسير ونجران وجزان ولأول مرة الحكومة واللي يتحدثون باسمها مثل اللواء عسيري يعترفون ان القوات اليمنية دخلت الاراضي السعودية وان الطائرات السعودية قامت بقصفهم ليضحك يا مشاهدين الكرام ان السعود راحوا اشتكوا عند الامم المتحدة بان الحوثي وجماعته اعتدوا وجماعة العبدالله صالح يعتدون على حدودنا ويقصفوننا بصواريخ باليستية اللي قال عسيري في اول الحرب انهم بطائراتهم دمروا 99% منها المهم هذا ممثل السعودية في الامم المتحدة عبدالله المعلمي يقدم شكواه كما قامت بالهجوم ضد حدود واراضي بلادي متسببة في مقتل اكثر من خمسمائة مدني ونزوح الالاف من السكان وتدمير العديد من المباري المدنية طبعا ما قال المعلمي ان الحوثيين سيطروا على مدن سعودية ولا قال ان عشرات الولوف تهجروا من القرى والمدن في الجنوب قال انهم اكتلوا خمسمائة مدني طيب وينك يا معلمي وين حكومتك عن هالمعلومة ليش جبت هذا الحين ليش ما جبتها من قبل صار لكم سنة ونص وأنتوا ساكتين وما تتحدثون عن الضحايا من الجنود وغيرها ليه الحين صار لكم الثاني حتسي وعيون تتبكبك انا ادري السبب وشو وانتوا بعد يا مشاهدين لابد كثير منكم يعرف السبب الامم المتحدة وضعت سعودية على القائمة السوداء بقتل الاطفال اليمنيين وهي ترتقي لان تكون جناية حرب ازعلت الرياض وهددت بقطع المساعدات عن الامم المتحدة بسحب بنكي مون اسمها وقال ان الرياض راح تجيب دلتها انها ما قتلت ولا دمرت مدارس ولا مستشفيات ولا جسور ولا غيرها ما جابت الحكومة شيء شكلت لجنة من عندها واعلنت ان كل ما سوته صحيح وما خالفت القانون وطلعوا انه واحد اماراتي يتحدث باسم اللجنة وقال ان فيه خطأ صغير لا يستحق الذكر المهم اليوم آل سعود عندهم مشكلة ثانية في حرب آل سعود على اليمن سنة 2009 بحجة مفتعلة حول السيادة على جبل دخان او الجزء التابع للسعودية منه هجرت الحكومة سكان عشرات القرى وقالت انها راح تسكنهم في منطقة ثانية الناس ما قبلوا هذا الكلام ولا الحكومة عوضتهم حتى يومنا هذا ما زالوا ساكنين في شقق وبيوت مستاجرة وعشش هالمرة وفي الاسابيع الثلاثة الماضية تبي الحكومة تهجر ناس ثانين على الحدود وبدل ما يحمي آل سعود الحدود يهجرون سكانها بلا رجعة ولا منطقة أحد منطقة وهم عندي رمز شاوي في الحكوم وفي كل شيء لاحظة لاحظة دعني أكلم لاحظة لاحظة لاسمعني لاسمع اسمع اسمع ما في أحد يقبل يشيلونه من مسقط راسه وسكان والسكن اللي سكن فيها أباءه وأجداده بحجة عسكرية هو إلى الأبد لكن آل سعودي سوونها مثل ما سواها من قبل وبالقوة بعد وحتى بدون تعويض وبدون تهيئة سكن بديل للناس الناس حتى اليوم زعلانة واحتمال يكون في مواجهات عسكرية رغم مناشدات للملك وولده الدب الداشر نحن قبيلة الزيدان من بني مالك نناشدكم يا خادم الحرمين الشريفين بفك الحصار اللي فروض علينا في هذا اليوم من قبل نقطة قحدة التابعة لقطاع حرص الفدود بمحافظة الجائر ونأمل منكم التدخل العاجل والسريع لفك هذا الحصار المرة السابقة جاء الناشط عيسى الخيفي وصور فيديوهات تبين تشبيك مدن وقرأ وتمنع الناس من العودة لديارهم وحلالهم قاموا راحوا حطوا الخيفي في السجن لسنوات ما طلع إلا قبل كم شهر بس وهالمرة طلعت فيديوهات بعد فيها غضب وقهر وملاسنة مع عسكر يبون يطلعون الناس من بيوتهم بالقوة ما أدري وش بقى ما سواها لسعود حتى من أرضكم هجروكم وحتى قطعة أرض تسكنوها ما فيه وزيادة على كذا يهددون المواطنين بالسيف الأملح أنا أنتظر يومي يصير سيفة لسعود من خشب ويكسره الشعب على روسهم لا تقولون كل التهجير كان لدواعي عسكرية هذا ما يمشي علينا في 2009 هجروا الناس من ديارهم والمخصصات نهبها خالد بن سلطان عاد أنتوا شوفوا هالمرة منه الحرامي اللي على عذبات المواطنين وتهجيرهم كم مليار راح يأخذ وكم مليار راح يكسب أكيد تعرفون منه وزير الدفاع الجديد الحوت الجديد اللي ما يشبع حسبنا الله ونعم الوكيل انتظروا شوي قبل ما تروحون أبي يذكركم شاعر في السجن كان مغمور ما أحد نشر له ولا أحد مهتم فيه وفجأة سمعنا أنها أخذوه وراء الشمس لأنها كان نفتح عيونه بزيادة عن اللزوم وكان عنده ضمير حي هذا الشاعر اسمه عبد المجيد الزهراني سموه شاعر المطحونين السعوديين وش يقول هذا الزهراني قبل ما يحطونا في سجن خمس نجوم يقول يا جماعة الخير يا بلد يا ميكروفون يا مصافي نفط يا كوم الديون يا بلد يا رشح يا زكمة ويا كثرة سعال يا بلد يبدأ الإجابة قبل ما يقرأ السؤال ويقول الزهراني بعد أنا ابن الجوع مكسور الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني بلادي نصف من فيها عرايا ونصف الشعب دمعه في عيوني من الأسعار صرعان ضحايا لجبنة بو ولد وحليبوني فيا شعبي الحبيب ويا ظنايا أنا منكم إليكم صدقوني ترى ما عادي هي تفرق معايا وهي شعرة فقط ووصل جنوني بلاد الخوف تسجنكم رعايا وضباط المباحث يسجنوني ويقول الزهراني بعد يا طويل العمر حزر ثم فزر وش ألمنا وش تعبنا وش وجعنا كل بونا نرفع الأخفاق الأخضر لكن الخفاق الأخضر ما رفعنا وبعد أكملكم واحدة من قصيدة هيقول فيها هو يلي تمدون الفلوس الجارنا حن ترى من جارنا متسلفين يهو ويزودها الزهراني ويقول بعد في هذه الأبيات حفيان بس الأرض رجلين حفيان واللي سجني ما بيسجن يقيني بكرة تطيح سجون وطيح جدران وتشقق الظلمة بداية جبيني وآخر شيء اسمعه للزهراني وش يقول فيه يقول يا بلد هذا كلامي واضح وسهل ونظامي بلد المليون مخبر ما قدر يمسك حرامي دامها اخطى في سؤاله سيدي ما لكماله ما يحقلك اعتقاله اتركوه يعقل الحالة في البلد مية زباله تنتظر منك منك ازاله يا بلد صاير على هالكون عاله يا بلد استورد الصابون ويصدر زباله وإلى حلقة أخرى قادمة من برنامجكم فضفضة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غانم الدوسري أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة